السلام عليكم ورحمة الله بداية في هذه الحلقة أريد أن أترحم على الروح الجديد سيدة محمد و أريد أن أترحم على الموتى التي تضرب تركيا و سوريا أترحمة مجمع في هذه الحلقة اليوم أشعر بأنني أصدفت معنا يوسف قصير هو كوميجين و ملتر ميليا هاست في البداية هضرنا أنوياه على دراسته في الأخوان و كيف بسمات الشخصية و رأينا الأسباب التي خلقته من ميدان بيزنس و يدير كارير في المجال الفني و كيف يدير مكانه في السنداب و مشاركة في مجموعة الفيستيفالات بحال ماركة شغيرة هضرنا على تجربته كبودكاست في أحد من أروح البودكاستات التي كانت في المغرب وهو سليما بودكاست وتكلمنا على جوش مادية و الكونسات و الكونسات طرقنا لبعض المقارنة بحال الكونسات كيف نفضل وقت مقارنة بهذه عشر سنين و شنو هما الحوائج اللي يتميزوا أو اللي يتميزوا البودكاست الصوص العالميين بحال جو روغن و لاكس فريدمن نتمنى أن هذه الحلقة تعجبكم لا تنسفش أن البودكاست الصفية كينا على يوتيوب سبوتيفاي و جوجل بودكاست و على بركة الله فلنبدأ سيوسف محبابك معنا في فودكاست الصفية شكرا على الاستضافة كلاسيكية شكرا على الاستضافة كلاسيكية ضرورة ان نقريتك بادياتنا في الأول بزيان بزيان خلي كل شي يكون كلاسيكي تماما شكرا بزيف على قابل دعوة للي سيوسف مرحبا شكرا بزيف سيوسف أطلب منك في الأول تقدم لفسك لك الممكن يوسف قصيار صانع محشاوة مغربي دوكو كنتظر ان انا كتلخص عارج كنتجمع كل شي كنتجمع كل شي تبارك الله يليك سيوسف بكل صراحة انا من الناس اللي كنت تتبعكش حالة دي في السوشل الميجا و من بعد من شفتك في من شفت البودكاست دك سوليما بودكاست تبارك الله عليك واحد من ابني سبالي والله لا تبارك الله كنقول هالك باش كنسبا كل شي حاجة والله العظيم بني سبالي واحد من أفضل بودكاستات انا ما يكون أفضل في المغرب شكرا بزيف بصح من ناحية الجودة من ناحية جودة المحتوى الجودة زيما الكواليتي ديال الصوت ديال الصورة كتحسب كيف شعق المدير زمن البروفESSIONALISM ديالك في كيبان سبارك الله عليك فبرافو للكونسيبت و برافو كم الكارير ديالك سهل أنها مدرعو اليها فغلية نرجمك انا يعرفت أنك دراسي في جامعة الاخوين اياه مجد تجربة ديالك ديال الدراسة في الأخوين شنو غيرت زمان نبغي نعرف زمان كيفاش أطرت عليك شنو تعلمتي شنو درستي كزم ميجور إلا كممكن تدعني عن هذه الأكسپيريز بشيخ أنا تدرست إدارة الأعمال بيزنس أدبنسيشيشن كان عندي تخصص في الماناجمنت وفي الماركتينج صراحة هي القراية هم اللي يخولوا لك أنك تتكون نفسك من أحسن السنوات اللي دوست في حياتي بطبيعة الحال لأن يلا خديتي لبقى كتأخذ الاندبندانس ديالك الحرية ديالك كتعول على رأسك تستقر في بلصة وكبدأ يبلك يعني في النهاية ديال ديالدراسة ديالك ركزيز بشي الميدان ديال العامال وفي حالي كانت كبر ولكن صراحة اللي كتشفت هو أن الدراسة هي ما بقاتش ما بقاتش زيما في المعلومات اللي كنا كنت تعلموه ولكن في الإطار وفي إطار اللي كنا فيه هو في بالإكسترا كوريكلم أكتيبيتيز اللي يخليوك يعني تكمل شخصية ديالك تعلم أشياء جداد وأنك ناشيط زيما في ذكشي دي الإكسترا كوريكلم أكتيبيتيز وكانت تعلم كيفاش تغيزوني كيفاش تفكر يعني واحدة الصوفت سكيلز اللي كي يخليوك من بعد أنك تقدر تكمل تكوين ديالك راسك وأنك تقدر تلقى أجوية المشاكل اللي ماشي لابد درستيها دونك كانت كانت سنوات صالحة زغوينة بززف تبارك الله تماما خصوصا زمن الأخوين كنظن أن كتعطي دك توفر دك سبيس للناس باشي اكتشفوا راسهم باشي عبروا راسهم زمن غير الدراسة لأن بني قلتي أن الدراسة الجامعية كتخلي الإنسان زمن يتعلم زمن الحواج ماشي بالضرورة كين بعد المرات كتبقى لدازو بشي ماشي باقرف شي انفيروم ولمره شمقعد مزيان فبالتالي كتكون دك سنوات بالعكس كتكون سيئة فكتجروبا بالتالي المؤسسة كتلعب دور والأخوين المعروفة تبارك الله بهذه المسألة دي كشاش سولتك عن هذا الإكسبرس ديلك ومعرف يوسف واش هالقضية يسمح يوسف كين الناس اللي داروا جماعات الأخوين وما كانتش عندهم نفس نفس تجربة يعني كين دور دي المؤسسة صحي اللي متفق معك وكين دور غسي ديل كل واحد اللي لقاه راحتو اللي منقاش راحتو اللي يعجبو السيستام اللي معجبو السيستام كين اللي عرم دينا صغيرة بحال إفران مثلا ما عجباتوش كين اللي لجو ما والموش مع البرد كتبقى واحد المزيج ديل بجوش الشخص والبلاثة في نكي خلال كتتعرف نام مزيج ديل بناديم مقراف بلايس مختلفة وماشي دائما في الكنديسيان اوبتيمال يعني الميتالية واخدك شي دوك أنا جان نظن المؤسسة بانسور كتتلعب واحد دور وكينتا صورت وانتا ولي كتتلعب واحد دور مهم تماما تفقناك المسألة هذي عندك فيها الحق بغيش يسولك يوسف ما عرشوش أنا بوحد اللي غنكون أعطاعتك هذل إذا بيه كانت فاجأ أنك خريج دي الأخوان أنا بوحد اللي أول مرة شيقول يا شي وحد خريج دي لإزادك صراحة مرش يعني فراص ركب هل خريج دي لإزادك مقال لحد كشوفك بزاف المجال الفني وعده ممكن لحق كين واحد الجيل دي الفناني اللي كنشوفوهم ولي خريج دي لإزادك ومنهم زاف الناس الإصحابي دي لإزادك موخالة تدري سأخذ سأخذ دي لإزادك دي لإزادك مبعد درس يوسف شنو درتي فلما جانيت اللي قرأت دي لإزادك بزنس الدميني دي لإزادك زمان يشف تقري لحاجة خورا خدمت خدمت في دومان خدمت في أجنس دي لإزادك conseي وممت كنت شيف دو بخوج جينيور كعارفة باقي باقي جديد وخدمت من بعد كعارفة بالماركتينج دي لإيماء عند شركة ميفا عند الحقوق دي لإيماء في المغرب يعني كان واحد كلاسيك في الخدمة ولكن كان دائما نذكر لأن ندير شي حاجة أخرى شي حاجة فنية شي حاجة عند علاقة مع الفن أنتوك وممت كانت عندك في مجال الفنية أو غير لا لا أوتو دي داكت يعني بيسر لازت اجتمام بالمصطرح وكنت عضو زي ما في لاتخو بجل التيار دي الجامعة ومن قبل كان عندي كانت عندي واحد عندي واحد الحب دي المصطرح مصطرح تمتيل شي كامل كنت دائما ميل هاد المجال أوكي وكيف زي ما رأيت تقال كارير ديالك كيف هاش الدبت أسئلة كامل تطرح يعني داز عليهم أعوام ونختام ونفكر فلقا ديالك وصلت واحد للسين اللي كنقول زمائي لما درت شده بشي حاجة وما من بعد غدي كون فات الآوان لأن الحياة سكتزاد ركع عرف الحياة مسؤولية كتزاد كده دونك ديالت وقيل هذي الوبرتونيتي أنا دابا ما حت نبقي شوية صغيرة نخطف واحد العام كنت عطيت راسي عام عطيت راسي عام كنت عام غادين ماشي عام عالله ماشي 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 مسائل عام باش نخوض واحد مغامرة جديدة خدمات هذي خدمات يتوقع عام عام ناقصة في السيفي ماشي 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 صعوبية ماشي ماشي حاجة اللي انسي منطابل لونك ديال قرار اللي كان قلت ندير عام ونشوف نشوف كومون صباس ومن داك الوقت ومن من داك الوقت وانا يبقى في داك العام الحمد لله مزيد وكان عندك داك ساعة ناتورك ديال الناس اللي داك في الميدان كنت كان نعرف ناس ودك الساعة كنت وخاخ التام كنت يعني كي جون عروض ديال ندير دي بتي سبكتاكل دي بتي تنترونش سخطور في المجال ديال زمل الشركات ودك ديال المنهج ديال 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 بديت كندر شي حويج فد المنهج هذا ومبعد عاد كنت 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 شكرا في داك السيفار وكتاحت ديال شفتك بعد الفيديوهات ديال لك كان بديت مع الماركيج ديال غير ماركيج ديال ترت تقري بين الخمسة ديال الخمسة ديال برمير إدتشان دبا بحث دبا في الماركيج جوري الناس زمان تتعرفو هناك واحد صورة غالة اللي كدوس تلفاز في م سيس وكذا وهدا دونك بالنسبة لهم مدك هو ماركيج جوري ماركيج جوري تطال على بلزر أيام اللي فيهم عرض مسرحية اللي فيهم بزاف ديال الحواج وانا كنت بديت بلي سين زوفير ثم بعد كنت لعبت مان سبكتاكل جوري على المرات في الإيطار ديال الماركيج جوري عرض علي حسن الفد الصهرة ديال هذي هذي كدوس تلفاز بخ كدوس الحلقة الحلقة في الماركيج لك اختب لانش رمعت الحلقة وحدة من هذه الجوجة هذي ديال كنت 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 لعب سبكتاكل جالي شوية في كازا شوية لترانجي مي أول حاجة كنت أخطو هي الستند اوب دا كور صراحة لكي جيني ستند اوب شي حاجة غير مصعيبة لأن ما تضحك الناس وفي نفس الوقت التامات التي ستتعمل عليها ستكون مدينة شي حاجة جديدة تقدير السبكتاكل مثل ضربة وضربة كيف كنت تفريب رأسك تأخذ لانشبه لكي تأخذ الكاريج لكي توقف قدام الناس هذا اعتقد هنا في التدبان اوسي زي ما هذا شركة القبيل على أنك تقرأ في جميع اللي تأخذ هذا الصفت سكيلز لكي تكون براغماتي يعني أنا كتكون كتضحك مثلا أنه شي وأنك تكتب ودير ستنضى بشي وحد آخر لك مشي تقلب على كتوب اللي تكتب في الموضوع حاولت حاولت تعلم من تجارب الناس أخرين اللي كانين في بلايس أخرين دي العالم حاولت نشوف نحل هذا كامل بش أنني يقدر نتعلم كيفاش نكتب كيفاش تخدم التيمبو دي هذا كيفاش نخدم بلابخيزانس سيخسين بساف جال حويش كان واحد المصار جال تعلم والقرية ومشيني بش أنك بش أنك ممكن الموهبة الموهبة ما تنآمنش بها أنا داك بالخدمة تنآمن بالخدمة تنآمن بالخدمة وتنآمن بالخدمة الموهبة بك صراحة حيث ما شي حاجة سهلة كتبالي من أصعب الأشياء الممكن مثلا أنا مثلا نقول مثلا في من أصعب من أصعب نضرب نضرب به نحن بقينا ما عجب نحن الحال حسن من أصعب نقول السيد عدنا نبدأ نصعب أنا نعرف السيد ما عارش كون كون كتبال راشيد غير تنسى الكنية ديال مسمي راشيد عالي موهم جلو كون سيتم ممبروف دياتر دونك من النقعة في دي كلاسين بحقك ما عجب لحال و نحن ممبرس شوية السيد غير لذلك التكنيك ديال ديال زما كي امبروفيزي قال لهم هاد لأوبجي هاد اللي دربت يوني به أنا غادي نقلب و غادي نلعب به زما في و العب دك صغار ما عاودوش دارو صداع ما عاودوش دارو صداع نو الله ما عاودوش مني حيث مني في الوقت اللي يضربوه كان وحد سيد داكي غوتانو مكي خسرها طراكي يقول محشوه ما تشيل داكي غوتانو لا أختيت تقليه لا ما تغوتانو ما هو خليهم هما غادي 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 داكي دارو وبصح اخذ داك لأوبجي و تعرفت امبروفيزيو داكي وديش كيشي بالتجريبة واحد بحده بمشارا يوقع عليه بحلقة يقدر يتضمار يقدر يبري يكمال ويقدر بشاني ولكن إلا كان عنده تجريبة ديال ديال الخشبة يطورها تعرف بالمسؤولية ديال الخشبة كتبقى زيما مخصوش يتأثر بأي حاجة زيما تنحتار من الناس اللي بحالك صراحة زيما اللي ستوغل اللي عودش زيما كان حشارا من الناس اللي بحالك اللي بيخسيفيران كدار المسائل مهم مبزاف نعم ستخز امبرطن واصلا اسمي اعتفكات الاسن عائلية ديالو العدواني راشيد عدواني عدواني كان فغيما من الناس اللي كي أمنوا اللي الفن يقدر يتلبسه في المو الشامع يعلم الناس وداروا عدخال ديالو فعجبني بزاف يعني ديالك مانيفيك سيبا سيبا يفيد ماشي اي واحد يقدر يدير يعني سيبارك سني كيف قلت اكستايان سيكون عندك الخاطر بزاف لحواش هي هي سيبغي سيبغي وقت يعني ما تنسيش دبا الابوك اللي تنظر لك على كانت لقيت اللي كان ستاند اوب عنده وحدة شعبية كبيرة يعني في العالم وفي المغرب يعني الناس يعجبون ستاند اوب ديال مع برامي يشبح الكوميديا وكوميديا الشو وذك شي كامل كانوا تعطعوا جمع الكوميدي كلاب والبداية المراكش جغير كانوا بزاف ديال الحواج اللي خلوا ان ستاند اوب كان عنده واحدة شعبية شعبية كبيرة وبزاف الناس كانوا ديال الساعة وبدو تدير ستاند اوب ديال منقصاش القضية هذي او تنظن ان بموان ديال لان الناس خصصا بعد كورونا وذك شي كان بزاف الناس تيكري المحتوى سور انترنت ولا كان طرق واحدة اخر بش انك تواصل ولا كدوز مساج كفنان ولا بزاف ديال طرق بش كدوز حتى منحية زي مار لك خاص من ديال سراحة ستبتل بوحة طريقة جدرية يعني كيف شكرا تصيب فيديو هذي عشر سنين العلاقة مع اليوم منحية المعدات منحية التقنيات منحية اللوجيسيال تالي بلاتفوم براسم زي ما تبتل بوحة طريقة جدرية جدرية بلاتفوم بصحة القضية اليوم رأي تقدر دير محتوى ويبان ومكين هذا القضية هذي الوحيد اللي تنحاول ان اعطي الرأي ديالي الالغوريط ما يبقى ديم يتبتل وما تخضر شبخة انت تبتل باش انك ترضي هذا الالغوريط كثير ذاك شي اللي كتعرف تدير ولا ذاك شي اللي كتآمن به ذاك شي اللي تنحاول بحضة بانا مثلا في الوكا بخصون ديالي تنحاول ندير شي حاجة لي عاود تشتامل عامين ولا تلت سنين نكون راضي عليها بعد عاود تشتامل عشر سنين نكون راضي عليها ماشين كيف عاش مع راسي نحاول نحاول نردي راسي انا لنه لابخي كينشي واحد غدي تفرج له كينش وات ما غش يتفرج هدك تبقى أشياء اللي بتدخب عنديش عليها واحد ما عنديش عليها واحد التحكم اللي قرأ تحكم فيه المحتوي كين ديالي ما عندك شال احو بصح احو احو نحاول نحاول بالنسبة الناس مثلا لك لك بيزنس اللي يتخدم مثلا هكذا يجب ضروري تصدر التحكم لكي يدخل الانقام كله نوعا ما رأي انه تبقى بخير كيف سوف تكون مثلا في فيسبوك جيد تقدر فيسبوك تكون مثلا في تيكتو كله في لك كيف تتبقى جيد جيد صح لك لديك الحق على القضية هذه كما قلت مثلا الطريقة كيف تخدم التحكم هذا مع هذا مختلف كيف تفضل كيف تفضل على التحكم في كيف كان قليل و معدة خلال و تقدر ممت تامر و كيف كيف كانت بزارة الكونكورنس مزيان كانت بزارة مزيان كانت المحتوى أكثر كانت الماتيريال ديموكراتيزة والتي تلقى حواج لم تفعل ذلك بزارة الفلوس أنا عاقل على ذلك قبل ما يبدو قبل ما يبدو الـ DSLR كانت كاميرا كانت تشري كاميرا كانت تصور بها بحط طريقة مش هنقولك زي ماذاك شي ديال أماتر بزاف فمشيني ما عامتك باش نفسر لك وكتعجدين على بخفان تغضو الشان هدك فاش كتعزل من بخصون على الباكراوند كي يكون بلوري وكتعجب حلاكاك جا ضغي كان واحد من رموز ديال السينيما باش كتبشي تفرج في الأفلام كتشوف هدك شي لقش كيستعملوه اللينسز وكده اللينسز قدرت حلم بس كاميرا كانت كاميرا اللي كتبع في محلات تجارية لما فعش اللينس كتبتل وبدو ذاك شي ديال وذاك شي غادي وكي تطور يعني تطور لي واحد الواترة كبيرة بزاف وانا كتنظن ان الشي كامل شي يخليك ان على جب تلك ما بتعجبني هاتش بس كي خليك تكنسطر انت على الحاجة المهمة ليتعود شي قصة يأتي انتغيسان ما كيبقاش دك المشاكل التقنية ما كاتبطهاش يعني اليوم مثلا ايه مجموعة جدا ديال الناس يقطلوا يديروا عندهم معدات تقدر تخليهم انهم يديروا وفيديو بروفيسيولا مجموعة بروفيسيولا فمشين كيفاش في بقى فلاخر كيبقى الفرق بينك وبين الاخر وبين الاخر وبين الاخر وبحتوى ديال وقالتة ديال وجمهور ديال وجمهور ديال اخر اكتبا اذا كنت تكون 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 خيبة في اليماج دا كانت يستواغذوين الناس they're gonna get hooked. ما يعر باش نش بخيف هاد وقت هذا اللي فيه الراواج وفيه اكزف تحوي الجداد و ويدسكور new things every day مزيانين وخيبين و we're not here to judge ولكن there are a lot of things going on it's an interesting time. Good. معكو. مزيانة القضية. مضحكتين عندكم مسألة الحقيقة ارمي بالصح. اه كيكون شي محتوى مزيان ارى مثلا انا من نوع الناس اللي كنفضل الصوت على الصورة. بصفة عاملة. بالتالي بعد مرات فيديوهات مثلا كان اه كان اي كنسيوم الله كونتان زيما في انترنت. نقدر مثلا فيديو ما نشوفش قاعة كيفاش داير. اه ندير بلاي صافي. وما نشوفش قاعة الفيديو ونبقى يكن سمع. يكن سمع يوى. يا يا دونخي يكون متى قديم خدش كنت الكواليشي دي الصوت ماشي يهديك ما كان يعديش موشكله اكن شي اللي يهانطرست. لك. تسأل معي اخبارات عندما من يجب تسألها لك. اريد اخباراتك. يوسف على طرق بديك حيث. اتبا اصطرصي. انه نهارك تحب بشيديك. اخباراتك. اظن شوفfähة او اقباراتك. شوف. لديك دائم امر اصلباعاتك. اجابة اه ها قديم اخباراتك. ناريش اي رأس الناس الدور. او اني تصبعاتك. انا ليست اقباراتكiyونا. إنه مغلق. أنا هناك في اليوم. أنا هناك في اليوم. أو أحياني المدينة. ولكن هناك لا يوجد مدينة. لا يوجد مدينة. لا يوجد مدينة المدينة. كنا نقول أنك من واحد أنها… أعلى معنام المدينة. في بعض البقاء من المدينة. وفي كل جمال مدينة المدينة المدينة المدينة. وعندما يوجد. لا كنت أتشعر أن أشعر. لا أتشعر أن أصدقائي المدينة 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 المدينة. ولا تكلمب. ليس من الأجهد العبادة التي أتنام بشكل من أجهد. ولكن هناك شخص. وعجبوني بززاف خصوصاً واحد للفيديوهات ما كيكون عندكم واحد الضيوف كيجيو كي عودوا شي قاسة كيكونوا في شبابشي أوبن سبيس بشي مارش وكل واحدة مثل شرطوا ستة دفم وكي عودوا له وتشتحضر على مرايا يا جبنس كانوا دائرين بين واحد المرايا كان عندما اكتبتت الحمر المرايا وخير المرايا كي تعتقد أنني نريد أن تضغط في زرق المرايا أتفاد الشرطة بالغاية يا مرايا لأنه أبداي من المرايا وكان بفئكي المرايا وفي السمدين في أفلات السامن أدفع بزاف الخاص كتحسك ذك الناس زمان السانساء و القاساس الزوينة وكي ناكشوا بزاف الموضع اللي هي فرمان حد مثلا مسألت تابني مسألت بزاف دي الموضع اللي بزاف دي الموضع اللي هي جبني بزاف الكانسج فار نريكا فاقيت هدنا شو على هاد الجوج مادية كامل هاد الجوج مادية مزيان انك عشبك اللي كونتوري بسك هاد الجوج الموضع اللي لخدم الجوج بسكه هادنا فارق إدتوريال هادنا فارق دي للا production يدودمون انسامل له جانب لقرأشن دي الموضع اللي ليمه لقرأشن دي موضع اللي بزاف كاراشن دي مدري كی ناكش حصلهم من كليم البراد على بادار المترجم للقناة 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 تتلقى يقدر يتناقش معاهم ومشي اخصائي ولكن تعرف كيفاش يطرح اسئلة وشي يخطو الحاجة اللي اهم من هاتشي كامل تيبالك باللسيد بالشخص اللي قدامه يعني بشي يطرح هذه الاسئلة لكن بزاف دي الناس في الاعلام اللي تيهموا السؤال ديالو كل جواب دي اللاخ يعني كيبقى يطرح السؤال ويعجبوا رسوله وكيفاش ترح السؤال كما ما مكريتيش تشي كناكشن زي ما انا بغمو واحد من البيج كيفاش غنقول لك من الاحسن الحواج اللي عند جو روغن مثلا انا بغمو واحد من الاحسن الحواج اللي كي يهمك ويعجي تعرف عليه مثلا انا بغمو واحد من الاحسن الحواج اللي تكون انتغيسي بيه دونك هاد القادية بحالف الاخرشنو كي تستقصد خنتك تسنطليه واذاك الاسئلة اللي كي يطرح كتقول اه هادو ملا اسئلة اللي كنت غدين نطرح انا متالان ولا لا كي يتغو بخيزانت فمشيني كيفاش بصح 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 الأضاء اللي حدفة فمشي يكونو احياني بزاف وقدرون يمت meekشي زا ما حلقته لثلاثة السواية او شي حاجه وقدرونهم في غير ميغي ومديك شك ييمشي كي سموفتلي مغاد يمزوي بصولي مو ورس المسألت انهم بصح ناس يقراوا بزاف فا ارشه يخبر اكسبرت في ماعرف في الشي حاجه في الهيينس ويعرفك اعرفكاش ويمش غارك تشو باسمع دي بودكاست قبل شايف ده فيديو يعني السيد كتلقيه معم الرأسه بوحد الباقاج اللي كيخليه أنا ويكون مرتاح مرتاح في انترويو بصح بصح وكا مني كتشوفها بحلقة كيف قلت كرقيب اللي رأسي حقير كنقول برساتي مزاعر قد ناوي واحد طريق طواله وكي كيف قلت يا الله ما الإنسان يبدأ ويقلونسه لك بتنسو الكنيتي على المسألة ديال سليمة بودكاست مني زي ما كيفاجرتك الفكرة باش تبدأ والتحديات والحويجات اللي تستيمنون أنا بحالك تاني عزيز عليك عجبني لابوره بزاف وكي عجبني الراديو منصر وكنت خدمت في الراديو خدمت فرماتينا دي الراديو دوزام وقدمتها ودك شي كامل وفاش وقفت الراديو باش نبدأ في البروجيت ديال ديالجوج ديك ساعة كان باقي عندي واحد الخصاص كش باغي كش باغي ندير ان كنتينو في الوول أوديو و وقرتفشنا والحاجة اللي كي عجبني لبلس اللي هي السينيما ودنك قررتش أنني قلت يا مكيش موحشاوة بالدريش اللي تيهتر على على السينيما اللي تيذر تحديج الافلام ولا الفيديو ايسايز ودك شي ودك ساعة قررتش أنني بدن ندير هاد الموحشاوة ومبعد دست لا فيديو بحكم أن يوتيوب فيها فيه لا فيديو وعجبني الحال حتى لقد يديو المنتاج ديو لزيزوز والموسيقى و ساعة قررتش ودك شي كامل وبدت بدت في المغامرة ديو سليمان جيد صراحة دبل الحاجة اللي كانت شوية صراحة بارغزمبل كي كن عالك شي بودك السينيما المشكل كي كن فى شوية وأنما أنا لجيت نتفرج في الحلاقات خستي نتفرج في شي حلقة ديال شي فيلم أو لأشي سيري اللي أنا دا جا نفرج في السينو كنت لغزق ديال نتسبويل فى الحلقة داوا المشكلة وحيد دي كنت كلقى ديك شاش كنت مقدرش نتفرج في جميع الحلقات من السينو الحلقة اللي كنت شفت زم ما متعنا ديال يكون متعنا شي حاجة دا جا نفرج فيها باش كشو كيفاش كتاناليز الاحداث اللي بالطبع كتكون مختلفة تماما على الطريقة باش أنا اناليزيتهم لاناليز ديال الشخصيات سامة من اختلاف ككون أنا كنشوف الحاجة مختلفة ومني كنشوف البودكاست ديال قاعد كنقول زم ما ديك الحاجة كتسامة تقبل قاعد كنقول اه ديالحاجة مرتل عشت البال كنسبت صراحة زوين نوك المشكلة اللي كان زم ما منيسبة لاناشخص 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 اللي طبعا ناقص في المغرب ما كنش قليلا ما تلقاش احد ديال السام كنسبت ولكن زم ما في العالم كم كم نشوف حلقة لالشي حاجة اللي فيتش انا كتشفتش ما كتشفتش ان الناس كي بغي يتفرج في الفيلم واخذ يحرق لاليزابان ممكن تعطي واحدة الرغبة مش انه يتفرج فيه وكين اللي ما يقدرش يتفرج فيه لحق خصي يشوف الفيلم كين اللي كيتفرج عف الاناليز وكيتفرج في الفيلم تحت في الناس جاء عندي قليلا انا كنتفرج عف الحلق ديال قام كنتفرج في الافلام مثلا كل واحد كيفاش كيفاش دار ذاك شلاش انا نخلي اختيار في الولي ان دار ذاك ال ديس كليمر في امتين انا غدي نتخل في دي طال يحرق لكم القصة والناس اللي ما نسوق للحريقة بس كل واحد شخصية دي له كيفاش يشوف هذه القادية هذه وبعض مرات كان افلام اللي وخا تعود لزافين مونت انا لي زي هم ما يمكن ش حييد لك هذا لك لك تشوف الفيلم اه وانا انا 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 بحالك بزاف دي الافلام خصوصا الافلام اللي داخلين في ال ال دي دي السينيما بعد مرس كنت فرش فيهم تقول واو ما فمت ش دي الفيلم زم اتس كلاسيك بعد كتش كتقرأ مقالات كتشوف فيديوهات كتسمع بودكاست وكتفهم واو دبا هدي بحالك هدي بحالك هدي بحالك دائما اش بانس ك غارة دي الفيلم هو شو انه يتحلل وينوط في نقاش وينوط في خضراب احنا فش كنا كمش والسيني مش حال هذه كتخسر فيلم كتخل كتتفرج كتتناقش مع صحابك عجبك ما عجبك كي جاك تقيل مام زيان تمتيل كي جاك هذا هذا كنديروها دائما وعلى صراحة شو أغير زغن بتاتخ هدي كونو ناس صراحة سميطون يقتر كونو ناس اللي غدي بغي يشوف شي حاجة قبل زما يشوف الاناليز وعاد بعد يقتر يتفرج بش حاجة خسام الافلام زما صراحة مش كندير الاناليز وخندخل ما يمكن شهر على الفيلم كامل ولا بد غدي تكون صنطر على واحد ما واحد من اللي زي أصبه واخد غدي تقول أتلخص الفيلم ولا هذا راح فتكدي تشوف مثلا على تريلرز دي الافلام تتخذوا فيهم قرارات حالذا ما مش غدا نوري هاد القديه ولا ما نوريه هاد تريلر لغي عز رغبة للناس بعدما كنتشوف في شي حواج كنتشوف أو غدي يوقع هاد شي ولكن كيف غدي يوقع كيف غدي شنو هم اللي زي فان غدي دوز لأن أنا مصل له هاد شي هم اللي كي جي كو اللي مهم ديف و صح صح القدي كانت في المسألة دي التريلر فكرة نف واحد القدي وحد كلها كيجيب كيبينو لك واحد القطاع وانت كتسن دي القطاع فوق عارف فين غاية يوصل نتيجة عارفة ولكن طريقة دي كانت فشكال لك كانت القضية هذي هوا سألت من غير مسألة سليما بودكاست كنت كنت بودكاست على موضع أخرى من غير سليما لا لا ما 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 حاولت أنا نخلي رأسي في موضوع واحد لي وصليما زيما نظر على السينيما سليما نغف واي واي بس 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 باغي نظر على لش في حاجة أخرين ولكن ماشي دابا بس كنت عارب لش تهدر علاء أفلام رأ الحلقة بحد تاخذ لي بزاف ديال الوقت لأن نتفرج مراجو تلات أخص تقرأ تشوف هذا بش في نحية الكتابة تاخذ بزاف تلات نحية المونتاج تاخذ بزاف ديال لوقت ومع جوج ومع دوت اكتب تلات 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 يالله يالله بصح ردي كون بزاف ديال لفغ الحاجة كنت لاحظة أنا في البودكاست كنت شفت حلقات ديال مثلا تجيب شي واحد يحضر معك ضيف كيطر على واحد من المهن ديال ديال السينما هذا ست الكون الولاني والكون البعض والكون الباقي غدي ندير الكون الكون الولاني ديال سوريما بودكاست مكان هو التحليل ديال الافلام كان هو الاسضافة ديال الناس اللي يختمين في الدمان ديال السينما ولما نعرفوش المهن ديال بصح رح كنت المهن ونستعرفوش ما تتعرفوش نو تيدير كنت هذا القضية هذي كانت مهمة بالنسبة لي أنا نقدر نهضر على هذا المهن ونجيب الناس نستعد الناس الخدامين في الدمان واللي يقدروا يهضروا بطريقة طريقة وذلك الشيء من بعد صراحة الكل إشكالي الوحيد هو أن دائما نخذك تعيد على الناس وبعد مرة تخرب وقلت كنت معجبني الحال من هذا كله فورما الانترو سأعود كنت نحاول أفضل بطريق الترانسيسور لا تنقل كثير الفيديو مؤخرا بالنسبة للناس المتبع القناة لأن نبدل نبدل شوية ستوديو وذلك شيء نريد نخدم على شي حاجة حسن باش نقدر نسق الناس ونضرب تخلق ومشي نتعمق في مواضيع وذلك وندير بجوج ومبارل داك والله يوفق إن شاء الله يوسف صراحة عجبتي الحلقة معك بزاب صداتك بزاب بزاب بكل فرح شكرا بزاب أنا بعيد على الميدان جميع زمال بعيد الكامل ولكن هنا ميدان الميدان هاتي كامل على الارتستيك سعيدة في ذلك شيء تديري بسك هاتي قوة أهم حاجة دونك حال هذي باتات خانت هاد الانونسيون هذي يعني إلا ما كتشف في إداع رسمية ولا راديو راك ماشي راك ماشي ما كتدير دابار تنتي راك تساهمي في هاد النتوورك ديال البودكاست اللي في المغرب دونك أتمنى لك شكرا بارك لأفك يوسف